معنا الضغط اقتصادي الحلقة 461 من سلسلة الموسوعة السياسية التاريخية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأشكر مصدر أو مرجع المعلومات ضغط اقتصادي وسيلة تلجأ إليها الحكومات والدول لحمد دولة معينة على تغيير سياستها والإنصية لمشياتها بممارسة إجراءات اقتصادية ضدها والتذيق على مصالحها وهذا السلاح الارتصادي أصبح من الأسلحة الشائعة في العلقات الدولية لا سيما من جانب الدول الكبرى وتشمل الضغوط الارتصادية فرض الحصار والامتنى عن تقديم الطروض بشروط معقولة ومتاطعة الصادرات وتعطي الاستيراد ومن أمثلته الشهيرة منع بيع القمح للدول المحتاجة إليه والتي تمارس سياسة حرورية حتى يؤدي ذاكة إلى تجويع شعبها وإرغامها على الرضوخ وهو سلاح إخضاع يستخدمه لاستعمال جديد بدلا من اللجوء إلى الغزو العسكري أحيانا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى الإبراهيم إننا تحميد المجيد